السلام عليكم. عدنا اليكم بفيديو جديد وغاد يكون بالنسبة للمستوى التاني من التعليم الابتدائي. وغاد نشوف الرياضيات وبالضبط فضاء الرياضيات. اذا الصفحة ديال اليوم غدا تكون اسبوع الدعم او اسبوع التقويم والدعم. الصفحة رقم اربعة وتمانون. هو اسبوع الدعم ديال الوحدة الرابعة. نفهم? اذا باش تعرف ولدك او لبنتك متمكن من الدروس اللي كانوا سابقا. الدروس اللي قرأوا مفدوا واحدة. خصي يكون كعرف يدير هادو كاملين. اذا كان كعرف هادش هادا كامل. اذا راه متمكن. راه يقدر انه يفهم الشرح ديال الاستاذ. صفي? كان مازال عنده شي صغرة في شي حاجة من هادو. يتبع معي هاد الحصة. اذا السؤال الاول او التمرير الاول يقول ترشحت يامنا ورشيدة لرئاسة جمعية القسم. ودونت لجنة الفرزي نتائج الانتخاب على الصبور. اذا هاد يامنا ورشيدة ترشحوا الانتخابات ديال القسم. وصوتوا عليهم التلاميذ. وهذه هم التصويتات ديال التلاميذ. اذا المطلوب هنا هو احسب عدد الاصوات التي حصلت عليها يامنا. اذا كنمشي عندي يامنا وكنحسبش حال عندها من صوت. نفهم? اذا احنا قرينا ان هذه تكون فيها خمسة. وهذه خمسة وهذه خمسة وهذه خمسة وهذه خمسة. هذه ما فيها الشرطة اذا ما فيهاش خمسة. اذا خمسة زائد خمسة عشرة. زائد خمسة خمسطاش. زائد خمسة عشرين. زائد خمسة خمسة وعشرين. ستسع وعشرين سبع عشرين. ثمية عشرين. تسع وعشرين. اذا يامنا عندها تسع وعشرين. احسبوا اكتبوا عدد اصوات راشيدة. اذا رشيدة كذلك خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمستاش زائد خمسة عشرين زائد خمسة وعشرين سبعة عشرين ثمانية وعشرين. تمانية وعشرون. اذا هنا اولوين بطاقة من فازت واصبحت رئيسة الجمعية. اذا تكون هي اللي فازت? طبيعة الحال اللي فازت هي اللي عندها اكتر عدد من الاصوات. وتكون هي اللي عندها اكتر عدد من الاصوات هي يامنة. اذا كان لونه بطاقة ديال يامنة. صفي? الان احسب مجموعة الاصوات التي حصلت عليها يامنة ورشيدة. من اللي كنتسمع مجموع يعني كتجي في بالي عملية الجمع يعني الزائد. اذا هذا وهذا. يعني سنين تسعود وعشرين زي دليا تمانية وعشرين. باش نعرف وش حال عدد الاصوات. صفي? اذا تسعة وعشرون زائد تمانية وعشرون. مش حال كتساوي. بلا ما ندير العملية كنرجع الصبورة وكنحسب هاتشي كامل. اذا خمسة زائد خمسة عشرة زائد خمسة خمسطاش زائد خمسة عشرين زائد خمسة خمسة وعشرين زائد خمسة تلاتين زائد خمسة خمسة وتلاتين زائد خمسة كتعطيني اربعين زائد خمسة كتعطيني خمسة واربعين زائد خمسة كتعطيني خمسين وعاد نحسبها ده بوحدة. خمسين واحدة خمسين اتنين وخمسين تلتغوشي ربعة خمسين خمسة 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 ستة خمسين سبعة وخمسة. اذا تساوي سبعة وخمسون. صافي? اولا كندر طريقة اخرى. كنحسب الوحدات مع الوحدات. تمانية زائد تسعود سبعة. كنحتافظ بواحد. وجوز زائد جوز ربعة زائد واحد خمسة. يلا ندوزوا ده بالسؤال الثاني بعجال. ولاحظوا الشبكة واكمل. اذا عندنا هنا الفقر وعندنا الجبنة. السؤال اكتبوا معلامة قطعة الجبن. اذا هذي الجبنة هذي. خصنا نعرفوا المعلامة ديالها في نجات. اذا دائما كنبدأ من الاسفل. عندي ستة في الاسفل. ها هي. اذا نكتب ستة. وشحال عندي هنا? عندي اتنان. اذا نكتب اتنان. ثم نشوفوا الفقر. هالنقطة ونبقى تابع 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 تابع. عندي اتنان نكتبها. وندوز هنا 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 عندي ستة نكتبها. صافي? اذا السؤال الاخر ارسم مسار الفقر الى قطعة الجبنة حسب القنة. اذا نتبع هالطريقة هذي باش نوصل هاد الفقر هذي سنوصله يكل الجبنة. اذا اول حاجة عندي هي اسفل. نهبط اسفل. ثم يمين. ها هو يمين. نزيد يمين اخر. ها هو يمين اخر. نهبط واحد ثلاثة. ثلاثة اسفل. ها واحد. ها اتنان. ها ثلاثة. او تاني. اتنان الى اليمين. ها واحد. ها اتنان. صاف. اذا ندوز دربا نشوف الصفحة خمسة وتمانون. سؤال ثلاثة يقول. في كل صندوق اربع دمان. كم دمية في كل الصناديق. اذا نقول لك سيدي. كل صندوق فيه اربعة. اذا هذا في اربعة وهذا اربعة وهذا اربعة وهذا اربعة. اذا اش حال من دمية في هم كاملين. اذا كندير ضرب عندي واحد جوج تلاتة اربعة. كندربها في ربع عشر. حاكا تاني ربعة في ربعة. ستاشة. اذا هذه هي الصحيح. اولا كندير اربعة زايد اربعة ستة اه تمانية زايد اربعة اتناش زايد اربعة ستاشة. صفي? اذا نشوفوا السؤال اربعة. احسبوا عدد البرتقالات التي اشتراها عمر. اضع علامة اكس في خانة الجواب الصحيح. اذا عمر شرى تلاتة ديال اكياس ديال البرتقال. في كل كيس عشر. اذا شرى تلاتة الاكياس. او متلاتة الاكياس. ديال البرتقال. كل كيس في عشرا يعني واحد اتنى تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشرة واحد اتنى تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية سعشرة. ونة كذلك عشرة اذا هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة. هو شرى تلاتة ادل kiss all عشرة. اذا عشرة عشرة عشرة. صفي? اذا هنا علمناكم في الدرسة السابقة اننا كنديرو عملية ستضرب. يعني كنحسب واحد جوج تلاتة. وكنضربها فعداد البرتقال هو عشرة. اذا فين هي اللي فيها هي هكا? هي هذه هي تلاتة فعشرة تلاتين. اذا هذه هي الصحيح. صفي? ندوز نشوفوا السؤال الخمسة يوفر كريم درهمين اتنين كل يومين خلال اسبوع استطاع شراء اللعبة. اذا اكتبوا تمانا هذه اللعبة. اذا هذا السي كريم هذا كل نهار كيحط جوج درهم في الصندوق. مدة سيمانة. يعني سيمانة فتح الصندوق وشرى اللعبة. اذا والسيمانة شحل فيها من نهار? اثنين ثلاثة الاربعة الخامس الجمعة السبت الاحد. شحل فيها سبعة. ها هي سبعة. وهو كل نهار كيحط جوج دراهم. ها جوج دراهم. اذا سبعة في اثنين كم تساوي? اربعة عشر. اذا هاي. اربعة عشر. واللي ما فهمش يجي يكسب الاثنين ثلاثة الاربعة الخامس الجمعة السبت الاحد. ويدرجوا جدي رامي هنا وجدي رامي هنا وجدي رامي هنا وهنا 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 تلحد. ويجمعهم كاملين اقطع اربعة عشر. صفي? اذا سؤال ستة ما هو العدد الذي تخفيه التفاح. اذا هذه التفاحة فيها واحد العادات. مخبية. احنا قصنا نعرف واشنا هو. واشجوج ولا خمسة ولا خمسة وعشرين ولا عشرين. وهذاك العادات فيهم كاملين. يعني لو كانت اتنان هنا. اعطي هنا اتنان اتنان اتنان. ولجمعنا اتنى زايد اتنان تساوي اربعة زايد اتنان ستة زايد اتنان تمانية زايد اتنان عشرة ولكن هما عطينا خمسة وعشرين. فهمت? اذا شكونا هو العدد اللي سيكون هو خمسة. لماذا? لان واحد ثلاثة اربعة خمسة. وخمسة في خمسة خمسة وعشرين. اذا خمسة هنا. خمسة هنا. وخمسة هنا. وخمسة هنا. وخمسة هنا. اذا جمعناه واشعطينا خمسة وعشرين. صافي? اذا هنا نصير نهاية الحصة. راكم في حصة القادمة ان شاء الله.